أولاً زي ما حاك تكلمت أنه هذا المؤتمر هو أعلى درجات حوار في مصر تجربة غير مسبوقة تجربة أنه يتم مناطق الطرح ومناطقشة الأفكار ما بين السيد الرئيس الجمهورية والشباب الشباب دايماً هم اللي لديهم أفكار كتيرة وطموحات كتيرة وأحلام كبيرة وبالتالي مناطقشة هذه الأفكار بشكل دوري أصبح الحقيقة عنوان من العنوين المهمة جداً في مصر الجلسة الأولى بتتكلم عن الإرهاب وتحديات والنجاحات التي تحققت على مستوى مصر وعلى مستوى العالم مصر صاحبت تجربة كبيرة جداً في محاربة الإرهاب منذ السبعينات والثمانينات وصولاً إلى الوقت الحالي مصر دخلت معركة كبيرة جداً مع الإرهاب في السنوات الأخيرة معركة كانت بتستهدف الدولة المصرية بكل مفاصلها تحققت نتائج كبيرة جداً مصر كانت بتنبه العالم في أوقات كثيرة جداً لخضورة الإرهاب وثبت صحة وجهة نظرها بتمتلك مصر رؤية كبيرة ومساهمة فعالة في هذه المعركة على مستوى العالم كله وقدرت أنها تحقق نتائج كبيرة في هذا الاتجاه وحققت أجهاضة أحلام كبيرة جداً سواء أحلام اللي كان بيحاول الجماعات الإرهابية تحقيقها في مصر ومنها أحلام توسعية لدول إقليمية زي تركيا شفنا بشكل يعني واضح جداً إزاي هذه الجماعات موولة من أجهزة ومن تنظيمات بتمتلك أدوات تسليح كبيرة جداً الجلسة التانية الحقيقة هي المعركة الأشرص في العالم كله معركة الأفكار والأطرحات والشائعات الكاذبة اللي بقت منتشرة بشكل كبير جداً وهدفها الأساسي دائماً وأبداً هدم الأمم وتدمير الشعوب بتستهدف بالدرجة الأولى دائماً وأبداً تستهدف حالة الاستقرار الموجودة في المجتمع خصوصاً في المجتمع المصري وتستهدف كما رأينا يعني في الفترة الأخيرة بتستهدف مباشرة العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة تستهدف حتى العلاقة بين القوات المسلحة وقائدها الأعلى هذه الحروب اللي يعني صميت باسم حروب الجيل الرابع وإن كان يعني الحقيقة هي ممكن يبقى لها مسميات كثيرة جداً لكنها حروب شرسة جداً أكثر خطورة من الحروب العسكرية المتعرفة عليها لأن الحروب العسكرية المتعرفة عليها بتقيس دائماً أبداً قوة أصاد قوة هذه الحروب بتغلغل داخل المجتمعات بطريقة سهلة خصوصاً في ظل وجود حالة يعني ضعفة في التعليم ضعفة في الثقافة ضعفة في الوعي ضعفة في الإعلام بتقدر تخترق بسهولة شهيرة جداً المجتمع لأنه يعني المياه تجري بسرعة كبيرة جداً في حالة وجود منحضر فعاك من الزقتل الثاني لازم تنظر على هذه الجزئية؟ الحقيقة أنه لازم تحصن الشعب تجاه مثل هذه الأمور يبقى عنده معلومات كافية عن كل هذه القضايا لذلك مهم جداً مؤتمر الشباب أنه بيلقى الضوء على القضايا الرئيسية والقضايا المطروحة داخل المجتمع المصري بينقش كافة الأفكار لا يوجد موضوع لا يتم طرحه مؤتمر الشباب قدم مبادرات على مدى نسخه السمانية هذه المبادرات حققت نتائج عظيمة وممتازة حتى على الأقل على المستوى التوعوي على المستوى هو الحوار مهم جداً المناقشة مهمة جداً طرح الأفكار وده الدور الأول لمؤتمر الشباب أنه يبقى فيه هذا التناغم بين قائد الدولة وبين المجتمع بين الشباب لأنهم أكثر حيوية وأكثر تعرضاً لمثل هذه الحروب بالتالي بيتطرح كل الأفكار وشوفنا المناقشات بتبقى على أعلى مستوى ورئيس بيبقى حريص جداً على أنه يدون ويرد ويناقش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر